الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هأم قرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانية خذوا فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعوا سبعون إراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمر بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون